إقبال ملحوظ على الشواطئ أيام على قرار التخفيف من الحجر الصحي زوار يحجون يوميا طلبا للاستجمام وراحة بعد قرابة ثلاثة أشهر من الحجر الصحي السخيرات هذا الشاطئ المعروف برماله الذهبية يستقبل الزوار من مناطق مجاورة مصطفون أصبحوا واعين بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي بين المصطفين حفاظا على سلامتهم من خطر انتقال العدوى الحمد لله من المورة للفجأة هذه الكورونا الحمد لله تحل البحار والناس رجعت كما تتشوفوا تتناشط الانشيطة ديالها ولكن مونيتور تنبغين نقول للناس يحاول يبعدوا ييفيطوا شوي جمعوا بعضياتهم ويكون شوية الاسباس من بين باغاصول وباغاصول ويحاول يجيو بكري ويستافدوا من البحار ديالهم ويقدر يطلعوا بيش يخليوا الناس أخرين يجيوا واستافدوا باش ما يكونش البحار عاوتيني عامر بزاف معادلة صعبة استياف واستمتاع بالبحر مع الاحتفاظ على التدابير الوقائية لكنها ممكنة لتصبح روتينا يوميا ضروريا لوقاية الجميع من خطر وباء استطاعت المملكة أن تحاصره لكنه لا زال بيننا موسم لا زال في بدايته موسم صيفي ليس كباقي المواسم التباعد الجسدي والابتعاد عن الرياضات الجماعية هي كلمة لإنجاح هذا الموسم لتمر المرحلة بسلام على الجميع أمال هواري وسيم حدان ميديان تيفي سخيرات